اشتركوا في القناة كأس الرطة فرصة جديدة مصطفى محمد صنع في الزمالك أحمد الهواي في ضيافة أخبرنا أما موضوع حلقتنا النهاردة هو هل تؤثر كورونا على مستوى المنتخبات بكأس الأمم الإفريقية؟ موسيقى موسيقى مساء الخير على جماهرنا الحبيبة في كل مكان حلقة جديدة من برنامجكم أخبرنا حلقة السبت حلقة بداية الأسبوع من النهاردة هنعيش يوميا أجواء أمم أفريقيا أجواء افتقدناها منذ صيف 2019 النهاردة الصبح منتخبنا سافر للكاميرون والمنتخبات كلها يعني شبه انتظمت هناك في معسكرتها البطولة هتنطلق بكرة بمشاركة 24 منتخب وقبل ساعات من بداية البطولة الحية فيه خوف كبير من فيروس كورونا الفيروس اللي فعلا ضرب المنتخبات بقوة لعيبة صابت ولعيبة طبعا الآن البطولة ستقام ولكن فيه مخوفات كبيرة جدا من الجانب الطبي الأجواء صعبة بدون شك منتخبنا تعرض لمحنة كبيرة في الساعات الأخيرة وخسر لعبين وهم إبراهيم عادلوي أبو جبل وكمان عصام الحضري مدرب الحراس حياة دي كلها أجواء صعبة فعلا زي ما وصفها كارلوس كيروش لكن الأجواء الصعبة دي قادرة ان هي تصنع البطولة احنا عندنا ثقة طبعا فيه لعبتنا وفيه كمان جهازنا الفني نروح للكواليس الأخيرة كيروش أجل تشكيلة المنتخب تماما لآخر يوم قبل مباراة نيجيريا يعني بعد تدريب 10 يناير هيستقر على التشكيل التأجيل سببه إيه؟ فيروس كورونا التشكيلة الأولية اللي وضعها المدرب هي محمد الشناوي وحجازي والونش وأكرم وأحمد فتوح وحمدي فتحي ومحمد النني عبدالله السعيد مرموش محمد صلاح مصطفى محمد وفيه لعيبة تانية هم مرشحين بقوة زي تريزي جي رمضان صبحي أيمن أشرف وكمان عمر السلية في حال انه هو اكتمل شفاقه هنلعب بيه 4-3-3 هنلعب بشكل متوازن وبالمناسبة هو ده الصح لأن المباراة الأولى دايما هي مباراة صعبة نيجيريا كمان هتلعب بشكل جديد وكان خطوة من مباراة احنا تكلمنا فيها ان كارلوس كيروش ابتدى ان هو يدرس منتخب نيجيريا بيلعب ازاي ويشوف الإيجابيات والسلبيات ويشوف كمان هيقدر يعني يزبط طريقة لعبه ازاي في مواجهة نيجيريا لان هي كمان يعني نيجيريا خسرت اهم نجمين في الهجوم هما فيكتور آسمان ويجعله وده امر مربك لأي مدرب مش بس مستر كارلوس كيروش لانه زي ما عمل اعتبارات معينة للمنتخب فأي تغيير ممكن يربك اي مدرب كل المتمنى ان ان شاء الله ما تظهرش اي حالات تانية جديدة لكورونا وما فيش اصابات تانية للاعبتنا وده كان سبب في اعلان كيروش اختيار 26 لاعب في امم افريقيا ضم مروان حمدي ومروان داود وبينتظر ابراهيم عادل وابو جبل وان شاء الله ندخل مباراة نيجيريا بكامل قوتنا الضاربة واخيرا طبعا كلنا بنتمنى الشفاء لنجمنا كابتن محمد ابو جبل وابراهيم عادل والحضري ويكونوا ان شاء الله في اقرب وقت مع المنتخب في الكاميرون وكل التوفيق لمنتخبنا في مباراة نيجيريا الصعبة تقدر الوقت نشوف تقرير عن امم افريقيا في الكاميرون واللي بالتأكيد هتكون بطولة كل النجوم ونرجع ونبدأ اخبرنا امم افريقيا بطولة كل النجوم في الكاميرون صراع قوي يدور ليس فقط بين المنتخبات بل يجمع نجوم القارة السمراء المحترفين في كبرى اندية اوروبا في بطولة امم افريقيا تتجه الانظار صوب نجمنا كبير محمد صلاح قائد الفراعنة وهدف ليفربول واحد افضل ثلاث لاعبين في العالم واغلى لاعب البطولة كمان 100 مليون يورو وصلاح مرشح لكل الجوائز الافضل والهدف ومعاه نجوم اخرين واسماء مرعبة هناك ساديو ماني قائد السنغال ونجم ليفربول وافضل لاعبي افريقيا في 2019 وهناك رياض نحرز نجم النجوم الجزائر ونجمها الاول ولعب منشستر سيتي الانجليزي لاعب اخر سبق له الفوز بالكرة الذهبية ولقب الافضل في افريقيا وامل المحاربين في التتويق ويظهر يوسف النصيري هداف المغرب الكبير ونجم اشبليا الاسباني وجه اخر اكتسب خبرات كبيرة في الفترة الاخيرة في الدور الاسباني وتعتمد تونس على نجمها الصاعد بسرعة الصاروخ حنب علم مكبري المحترف في منشستر يونيتد الانجليزي وتخوض كوتيفور البطولة وهي تراهن على اسم كبير جدا في اوروبا هداف دوري ابطال اوروبا الاول سبستيان هالر مهاجم اياكس الهولندي ويقود نيجيريا النجم اخر كبير جدا هوا كيليتشي هداف ليستر سيت الانجليزي وفي الكاميرون الكل ينتظر النجم المخضرم فانسانت ابو بكر هداف النصر السعودي وفي غانا يقود اندري ايون قائد البلاك ستارز احلام بلاده في الحصول على الكأس الخامسة وغيرهم من كبار النجوم ينتظرهم الجميع في امم افريقيا بحثا عن كتابة المجد ونبدأ اخبارنا كالعادة مع ندينا الزمالك بداية اخبارنا من ندي الزمالك مع الفريق الاول اللي واصل تدريباته النهاردة بعد فترة الراحة اللي حصل عليها الفريق عقب مباراة غزل المحلة الاخيرة في الدوري كارتيرون منح اللعبين فترة راحة طويلة بسبب توقف الدوري لمشاركة المنتخف في كأس الامم الافريقية والزمالك رجع للتدريبات يوم الخميس طبعا عارفين ان الزمالك بيستعد ليه بطولة كأس العرف في نسختها الاولى كأس الربطة في نسختها الاولى وازمالك بيستعد ليه مواجهة امبي فيه اولى مبارياته بكأس الربطة واللي هتكون يوم الجمعة ان شاء الله النهاردة خاض اللعبون فقرة تأهلية وبدلية في بداية التدريب الجماعي كارتيرون قرر يقسم اللعبين لمجموعتين قدت كل مجموعة بعض التدريبات باستخدام الحواجز بالاضافة الى بعض التدريبات التأهلية وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الاحمال الاشراف على فقرة التدريبات البدنية الزمالك فيه قرعة كأس الربطة على رأس المجموعة التالتة ومعاه فيه المجموعة فاركو وامبي وغزل المحلة وسيراميكا كيلو باترا وطلاقع الجيش بعد نهاية فقرة التدريبات البدنية والتأهلية عقد الفرينسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك جلسة فنية مع اللعبين كارتيرون منح لعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها خلال تدريبات النهاردة وكان فيه اهتمام واضح من كارتيرون بالجانب الفني بعد أداء تدريبات بدنية وركز كارتيرون والجهاز الفني على الكرات العرضية والاختراق من العمق النهاردة انتظم إسلام جابر لاعب الفريق في التدريبات الجماعية في إطار استعدادات الزمالك لبطولة كأس الربطة مبارح الجهاز الطبي بالاتفاق مع الجهاز الفني منح اللاعب راحة من تدريبات بسبب معاناته من نزلة برد وتماثل للشفاء ويقدر النهاردة انه هو يشارك فيه التدريبات بصورة طبيعية مستمرين مع عبار نادي الزمالك وواصل عمر السعيد مهاجم الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع ليه من قبل الجهاز الفني حصل الكابتن محمود عبد الرزاق شيكبالا قائد الفريق على راحة من تدريبات النهاردة بسبب صابته بنزلة برد جهاز الفني للفريق منح شيكبالا راحة من تدريب مبارح بعدما تعرض اللاعب للإصابة بنزلة برد واستمر غيابه النهاردة وفيه تواصل مستمر مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة لمتابعة حالة شيكبالا طبعا عارفين أن الزمالك بيستعد للمشاركة في بطولة كأس الربطة في نسختها الأولى تعال دعا نطلع نشوف تقرير عن مشاركة الزمالك في كأس الربطة في النسخة الأولى ونرجع ونكمل أخبرنا للزمالك صوالات وجوالات في كل البطولات وبطولة كأس الرابطة فرصة جديدة بطولة تقابل المرة الأولى بنظام جديد على مستوى الاحتكاك ستكون مفيدة وعلى المستوى المادي فالبداية مبشرة وعلى مستوى الاستفادة فإن الزمالك يرغب في تجربة أكثر من لعب مباريات كأس الرابطة ستكون فرصة لأيمن حفني لمحمد شيكبالا قائد الفريق لمجموعة الناشئين لكل من غاب عن المشاركة في الجوالات الثماني الأولى من الدوري في غياب العديد من اللاعبين المميزين يبحث الزمالك عن انطلاقة جيدة في بطولة جديدة الفارس الأبيض يفتقد لخدمات محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمود حمد الوينش ومحمود علاء وإمام عشور وأحمد سيد زيزو إلى جانب المثلوثي والجزيري ثمانية لاعبين من القوام الأساسي للفريق انضموا لمعسكري المنتخب المصري والتنسي للمشاركة في كأس الأمم وفي الزمالك ورغم الغيابات فإن الفارس يمتلك البدائل كتيبة من اللاعبين تستطيع أن تحقق أحلام الجماهير في بطولة جديدة ليكون السبق للزمالك كما هو الحال بائما جمهور الزمالك يحلم برؤية عبد الشافي وشيكبالا وأيمن حفني وطارئ حامد وفي حراسة المرمى محمد عواد عناصر الخبرة في الزمالك تمنح الفريق الأفضلية في بطولة تحلم الجماهير أن تكون زمالكاوية وبعد ما خلصنا أخبار ندينا هنروح لمجموعة من الأخبار المتنوعة البداية من مندخبنا الوطن ويهي ظهرت نتيجة المسحة الإضافية اللي اتعملت مبارح بعض الإصابات بفيروس كورونا والتي تسببت فيه قلق وتوتر كبير داخل البعثة والحمد لله طلعت المسحة سلبية لكل البعثة المسافرة وما فيش أي إصابات جديدة وفي الوقت الحالي تم الاستقرار على عمل بسحة كل يوم للحضري ويهي أبو جبل وكل المصابين بكورونا علشان لما يتعافوا من الفيروس ويتتحول مسحتهم لسلبية يلحقوا البعثة في الكاميرون ولسه مع منتخبنا الوطني ويهي اللي سفرت البعثة صباح اليوم واتجه إلى مدينة جوارة الكاميرونية على متن طائرة خاصة وصلت من دقايق بعثة منتخبنا وعملوا مسحة طبية بعد الوصول مباشرة وبعد كده هيتجهوا لمقر الإقامة وهيبدأ الفريق تدريباته من بكرة الحد استعدادة لمباراة نيجيريا واللي هتقام يوم الثلاثة اللي جاي الساعة سبتة بعض لعبي منتخبنا نشروا كواليس الصفر للكاميرون نجمنا أحمد سيد زيزو نشر الصورة دي مع العديد من النجوم المنتخب وكتب توكلنا على الله كمان مصطفى محمد نشر مجموعة من الصور قبل الركوب للطيارة وبعد صعودها وكتب إلى الكاميرون توكلنا على الله وهي رمضان صبحي نشر صورة جماعية للاعبي المنتخب من قلب الطيارة الخاصة وعلق بصورة لعالم مصر نتمنى طبعا التوفيق لي كل رجالة المنتخب خلال كأس أمم أفريقيا ويرجعوا لينا إن شاء الله ومعيهم كاس البطلة معالي السفير متحط المليجي سفير مصر في الكاميرون أكد إن كل شيء جاهز لاستقبال بعثة منتخب مصر تمهيدا للمشاركة فيه كأس الأمم الأفريقية وأكد السفير إنه فيه إجراءات مشددة في الكاميرون لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإن الحد الوقتي مفيش أي حالة تم الأعلان عنها يعني مصابة بالمتحور الجديد داخل الكاميرون وأكيد بنتمنى السلامة للجميع خصوصا منتخبنا الوطني خلنا دقاتي نساب التليفون لي معالي السفير متحط المليجي سفير مصر في الكاميرون سأل خير يا معالي السفير مساء نور أعلم ما نعلم أعلم سأل ما أحمد تذكر طمنا على بعثة المتخب الحمد لله إذا أتواصلت السلامة وكنت في شرف استعبالها على الترمخ نفسه وكان معايا محافظ جروة وأكبر شخصية موجودة في الكاميرون وعلى طول الطريق كان فيه الجمهور الكاميروني كان بسعف دير ودير بتاع الركاب كانوا في منتهى السعادة الحقيقة الواحد شعر بفرق جدا هو بيشاهد المنتخب والتقدير والاحترام والحب اللي بيأكينه له جمهور الكاميروني وصلنا لكله من شوية أنا ما زلت مع الفريق اللي باعبين الحمد لله تفكينوا وكهات الفني ويدوبك من شوية الشنط وصلت والحاجة الحمد لله بتحتك في المخازن عرف المهمات وبعض الأرضية والمأسولات اللي فتروا يجيبوها معهم من مصر وما إلى ذلك يعني الأمور ماشية في خط سرعة صبيعي الحمد لله طب عايزين نتكلم عن البرنامج ليه المنتخب الوطني البرنامج من ناحية ايه؟ يعني فنيا الملاعب الفنيا لا ليسا الحقيقة ما اتكلمتش مع اخوانا ان احنا في مرحلة الإقامة دلوقت طبعا الجهاز الفني أخضر بقى على يعني ما هو يبلغكم البرنامج أنا موجود تحت عمرهم وتحت عمر البيتسة كلها علشان تسجيل اي صعاب تيما يتعلق بالكاميرا هذه الجزئية لسا لما تترك لها احنا بس بنحاول ان احنا زينا نقول لها فتروا لسا واصلين ما بقى لهمش تسجيل فيادوبة بيضاعهم يجيالي حسب ما تفهمت ان المهاردة يوم راحة مش هيبقى فيه تدريبات على اساس ان هما لسا واصلين هيبقى فيه العشق الفندق ده تم الابلاد دي من انبالح وتم التنصيخ مع ادارة الكلة علشان الاعداد وفيه طبعا المسؤول عن وجبات المنتخب موجود معهم وهو بيشتب نفسه مع الجانب الكاميروني على اعداد الواجب هيكون فيه جماهير لاستقبال النجوم لنجوم انتخبنا الوطني الحقيقة الحقيقة بنجبر الجمهور المصري احنا مجدنا بنسعى ان ممكن يكون جمهور مصري يجي مباشرة من القاهرة او من يعني يتجمع هذا الجمهور ويجي في رحلات خاصة مثال التنصيخ ضائم مع الاجهزة الوطنية والسادة المسؤولين وعلى رسوم السيد بسير الشباب والرياضة بسيطة انتانية لان طبعا عملية يعني بتحتاج لتنصيخ مع الجانب الكاميروني بالنسبة لعملية الساعة الشيرات بتحتاج لتنصيخ بالنسبة لعملية الانتقالات والسيارة اللي حقيقي الكلام ده كله يعني محتاج تفكيل جدا فاحنا بنحاول ننصر الامور وان شاء الله اذا حصل مصري ممكن يبقى فيه جمهور يجي من مصر لمشاهدة المباريات ولو حتى مباراة بمباراة يعني مش للإقامة لان الإقامة صعبة جدا حتى كان ناقص قوطة عرفنا نجيبها بالعافية كويس في بعض الزملاء من وسائل الإعلام بنشوف لهم يعني عماكن ببرة ونحجز لهم في بنادخة أخرى لأن الفندوق اللي فيه منتخب لأسف كامل العدد من منتخب الوطني فقط وفيه شوية غربة إضافية طيب معالي السفير اللي يعني عايزين نجيبها في المدينة ستتولى اختيار الفنادق بالنسبة للمنتخبات كلها الـ 24 منتخب اللي موجودين وموزعين على السس مدن الكاميرونية اللي بيقام فيها الفتولة لكن أنا قدر أقولك أن الفندوق نضيفي لحد السفير اللي عايدين تم تذكينهم في غرف مصردة كل لاعب مستقل أما بالنسبة لجهاز اليدالي فبعضهم نضم على زملائهم في حيث القوة والزوجة وكذا قوة مستدى وكذا عشان يكفي الجميع الحمد لله يعني كل السكن كانت أهم نوطة بالنسبة لي أنه مفيش حد مشتاكن أو في حد عنده مشكلة بعض الأطراب الخطيين من الأعلام اللي ما كانش محمول حساجهم من الأول فدولة أنا بشتهم وكانت داني بره والحمد لله نجحنا ويعني حيثكونوا يعني في التهاي اللي جاية دي عماته طيب حضرتك عارف طبعا أن يعني فيروس كورونا يعني مؤثر طبعا على المنتخبات يعني ده كل تأثير قد إيه على كأس الأمم وانت عارف أن دلوقتي فيه يعني بعض المنتخبات يعني فيه نجوم منها أجلهم فيروس كورونا أنا أسمعك إن شاء الله هذا الكلام المؤسف للأسف وبنتمنى الشفاء العاجل للجميع وإن شاء الله يلحقوا بينا هنا في الدور الثاني والفضولة يكون انتقوا ويجروا يطلعوا تحليل إيه سلبي إن شاء الله ويجروا يحصلوا المنتخب ويكملوا معاك لكن في الوقت الحالي وكل الله دعون الحضرين أن الأرقام عندنا هنا شكل عام هي أرقام متوضعة وليس الأرقام متفعة لنأخذ كلنا الإجراءات الإحتراطية يعني أنا ألعت الماسك بس عشان أتكلم معاك لكن غير تدى أنا لابس الماسك على كل كذلك يجب أن نكبر كل من الاتهاز الفني والكابتن واقل واللاعبين وكلهم مجرد نأخذ ولوبة كلهم لابس الماسك بتاعه علشان يعني لضمان عدم العدوى العاملين في الفندق المنفوض اللي بي تعمل لهم في سي آر يومي بيتأكد من عدم إصابتهم بأي فيروس من الفيروسات أو متحول من التخويرات والحمد لله يعني من وجود يمكن السفارة هنا ووجود مسؤول الكاف بيخلي كل يعني واخد باله من كل حاجة عشان ما يحصلش أي مشكلة لقدر الله لأي من المنتخبات كاميرا بتسعى وتؤكد أنها مش عايزة يحصل أي مرض لأي لاعب في أثناء في أثناء حتى قاعدها وفي أثناء البطولة بسعادة العرس بتاحهم وهم عايزين يدع عرس ينجح بدون أي مشاكل وبالتالي بياخد كل الاحتياطات من كل النوع أنا بكلم من الفندق الدراسي مفيش ولا موظف ولا عامل ولا حد بيعمل الققديم أو حد في المنطق أو كده غير ملابس الماسك إنه مش شايف حده يداني رايح أو جايد من الماسك طب كيس بتاخد الاجراءات الاحترازية على قد ما يداره إن شاء الله خير طبعا مهم الاهتمام بي الاجراءات الاحترازية عايزين نتكلم عن توقعات حضرتك لحفل الافتتاح ينهي بقى شكله عامل إزاي وتوقعاتك كمال للبطولة بشكل عام حاولي حدك حاجة بالنسبة لحفل الافتتاح الحقيقة لسه كان جايد بالجلواتي الخبر كما يتعلق بالدعوة التي وجهت والحقيقة إن الدعوة اللي وجهت وجهت فقط لرؤساء البعثات إنها محبوبة جدا ويحاول يخلوها لمشت جدا إنها دعوة موجهة فقط لرؤساء البعثات حتى زوجاتهم مش موافق إنهم هم هيحضروا وتمحيل بقى فقط بالفتناء إن في حالة ما إذا كان فيه كفير مش موجود ده الوضع بتاعي فممكن القائل للأعمال يحضر ريابة عن السفير بس لابد من تحطار وزارة الخارجية بين السفير مش موجود ولا حيحضر رقم اثنين في اتفارة كان كان بيزر حفل الافتتاح بيزر الفقرات اللي فيه حياء أنا ما أدرش أقول لحظريك يعني طبعا ما تباعتش هذا الموضوع كان تركيب كله مع منتخبنا بالتالي مالكسش مع الكهنب الكاميروني حيعمل إيه بالضبط لكن هم حيحاولوا يكتهدوا يجعلك طبعا الأفريقة مشهورين بالرأسات البنكورية والأغاني السادة الصابع العفريخي وبالتالي أحبب تتطور أن هم حيعملوا حاجة بهذا الشكل وبعض الاستعراضات في ملعب رئيسي خاصة وإن من المنتظر أن يحضر خطر الافتتاح رئيس البنكورية ممكن عشان كده في تطهيرك على احتياطات الخدم فيما يتعلق تطور الهجوم والحرصين زي ما أقول لحظيك التعوى يدوبا جنبالح بس لأنه بغاية أخذ بياتهم بالفرنسيق مدين الخارجية ومدين الكاف عشان المنتظات كلها الكافة والمسطعات بشكرك جدا معاني السفير متحط المليجي سفير مصر في الكاميرون بشكر حضرتك جدا على وجودك معاني تعالوا بياتنا بشكل كبير مع المنتخب في الكاميرون مع انطلاقة أمم إفريقيا يبدأ مشوار الفراعنة وكل الأنظار تتجه صوب نجم مصري كبير تراهن عليه الجماهير في رحلة البحث عن الكأس مصطفى محمد بلدوزر الكرة المصرية والإفريقية مهاجم سوبر كما يقول الكتاب مهاجم سوبر فرض نفسه نجما فوق العادة مصطفى لاعب صنع في الزمالك رأس حرب نموذجي المهاجم الأول في مصر خلال آخر عامين لمع مصطفى مع الزمالك في عام 2019 بعدما عاد للأبيض بعد إعارة دامت ثلاث سنوات عاد ليصبح المهاجم الأول تحت قيادة كل المدربين الأجانب ميتشو وكارتيرون وباتشيكو وحقق في أول مواسمه مع الفريقة ثلاثة ألقاب كأس مصر وكأس السوفر إفريقيا وكأس السوفر مصر ثم ساهم في الموسم الثاني برحلة التتويق بطلا للدور الممتاز وسجل وسجل أكثر من عشرين هدفا في كل البطولات وخطفته عيون نادي جلطة سري التركي ليضمه معارا مقابل مليوني دولار ثم يعلن شراءه رسميا مقابل أربعة ملايين دولار مصطفى محمد لعب دور البطولة المطلقة في فوز منتخبين الأوليمبي بأمم إفريقيا تحت ثلاثة وعشرين عاما وسجل خمسة أهداف وتوجه هدافا وكذلك أصبح المهاجم الأول للمنتخب في عام الفين وواحد وعشرين وسجل الأهداف وساهم في تأهله لأمم إفريقيا وكذلك الدور الثالث لتصفيات كأس العالم واليوم يقود مصطفى محمد هجوم المنتخب في أصعب البطولات وأشرسها بطولة أمم إفريقيا الفين والثين وعشرين في الكاميرون وبثقة كبيرة في المدرب كارلوس كيروش وثقة أكبر من الجماهير المصرية التي تراهن عليه في الهجوم والكل في انتظار أهداف مصطفى محمد المميزة ورجع لكم مرة تانية ولسا مكمليين أخبرنا المتنوعة وتقرر تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة لقاء الافتتاح بين الكاميرون وبركينا فاسوي عرفنا أن الحكم الجنبي بكاري جساما بيقترب بشدة من قيادة مباراة مصر وي نيجيريا ولا تقام يوم الثلاث في منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في كأس الأمم طبعا احنا عارفين أن الكاف قرر تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الفي آر أو الفار في كل مباريات كأس الأمم الأفريقية ونروح لمنتخب غينيا بيساو اللي معه منتخبنا في المجموعة الرابعة وأعلن مسؤوله المنتخب الغيني زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا إلى عشر حالات طبعا مبارح تم الكشف عن إصابة قائد الفريق جونس مندز بفيروس كورونا لكن النهاردة تم الكشف أن الحالات زادت وفيها العديد من اللاعبين والإداريين بالإضافة لحارس المرمى وكابتن الفريق جونس مندز وبما أن كأس الأمم الأفريقية على الأبواب قررنا أننا نتكلم عن المنتخبات الكبيرة اللي احنا شايفنا أنها مرشحة للقب وهنتكلم النهاردة عن صراع المجموعة الثالثة بين المغرب وغانا تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع ونستكمل أكبر مجموعة نارية جديدة في أمم إفريقيا نلقي عليها الضوء اليوم مجموعة يتقدمها المنتخب المغربي أحد العمالق العرب المغرب يقودها في البطولة مدرب كبير هو وحيد خليل يوزافيتش فازت بأمم إفريقيا مرة واحدة من قبل لديها تشكيلة قوية يتصدرها يوسف النصيري ومنير الحدادي نجمي إشبيليا الأسباني وأشرف حكيمي مدافع باريس سانجرمان الفرنسي وأيوبي الكعبي هداف ويتواجد أيضا بدربانون مدافع الأهل المميز تلعب بطريقة وهي مرشح قوي للحصول على اللقاب وفي نفس المجموعة يظهر عملاق آخر هو منتخب غانا الفائج بأمم إفريقيا أربع مرات من قبل آخرها في عام 82 قبل 40 عاما غانا يقودها المدرب الكبير ميلوفان صاحب فضية أمم إفريقيا 2010 تضم مجموعة كبيرة من النجوم يتقدمه من نجم الأملاق أندري آيو صنع الألعاب وقائد المنتخب ونجل عبيدي بيلي أسطورة الكرة الغنية إلى جانب توماس بارتي ومبارك وصامويل أوسو ودانيال إماراتي تلعب بطريقة 1-3-2-4 وهي مرشح قوي للمنافسة على اللقاب ويشارك لأول مرة منتخب عربي جديد هو جزر القمر الذي حقق الإنجاز التاريخي والأكبر له تحت قيادة مدربه أمير عبدو وبرفقته النجمين كبيرين هما الفرادو بن محمد وفايس دلماني ويلعب بطريقة 3-3-4 وفي المجموعة يظهر منتخب الجابون فريق يقوده باترس نوفو المدير الفني وبرفقته بير أوباميانج هدف أرسنال الإنجليزي ولمينا لعب نيسي الفرنسي فمن يحسم الصدارة ومن يأتي وصيفا ونروح لمنتخب نيجيريا وتصريحات آيك شورو حارس مرمى ومدرب نيجيريا السابق واللي أكد على حزنه الشديد بسبب غياب أيجالو عن منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا طبعا فريق الشباب السعودي رفض انضمام مهاجم الفريق للمنتخب النيجيري وده تسبب في حالة من الغضب لكل مسؤولي ونجوم منتخب نيجيريا وأضاف حارس ومدرب نيجيريا السابق أن يجالو بيقدم مستويات جيدة جدا مع الشباب وهو الهدف الحالي للفريق السعودي وغيابه عن نيجيريا خسارة كبيرة جدا للفريق لأنه كان هيقدم شيء مختلف في البطولة وفيه خبر مهم جدا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف موعد قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا كوتيفار 2023 وهتقام يوم 21 يناير الجاري أما الموعد اللي كلنا منتظرينه هو يوم السبت 22 يناير وده هتقام فيه الدور النهائي قرعة الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ومنتخبنا حاليا فيه التصنيف الثاني بين المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية وهنواجه منتخب من تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، السنغال والأرعاء الخاصة بكأس الأمم وتصفيات كأس العالم هيقاموا في مدينة دولة الكاميرونية بتاعة الوقت نطلع فاصل قصير ونرجع نستقبل ضفنة الناقد الرياضي أحمد الهواري ورجعنا لكم مرة تانية بنستقبل ضفنة الناقد الرياضي أحمد الهواري مساء الخير يا أحمد تحياتي ليك ودايما بكون مبسوط وأنا معك في قناة الزمانية دايما يا رب منور من شواء كان معينا سيادة السفير ويه طب مننا الحمد لله أن بعثة المنتخب الحمد لله وصلت بالسلامة لكن أنت شايف إزاي فكرة أن في فيروس كورونا انتشر ويه عندنا كابتن أبو جبل وكابتن عصام الحضري وده ممكن يؤثر قد إيه على منتخبنا الوطني طبعا زي ما انت قلت كده تلقينا خبر صعب بإصابة أبو جبل وكابتن عصام الحضري وكانت ضربة للبعثة خاصة كمان أن فيه في الجهاز الإداري أكتر من إصابة وابرهيم عادل فبدأ المنتخب بيفقد عناصر آه مش عناصر أساسية لكن طبعا فكرة أن انت بيظهر عندك إصابات بفيروس كورونا ده بيسبب قلق كبير جدا للجماهير والجهاز الفني خاصة أن انت كمان لما توصل الكاميرون معرض لقدر الله أن يكون فيه إصابات تانية فطبعا هي الفكرة دلوقتي مزي البطولات اللي قبل كده كنا بنقول لمنتخب الأجهز فنيا أن المنتخب اللي هتبقى رجله في المقلق هو المنتخب اللي هيقدر يتفادى إصابات كورونا هو المنتخب اللي هيقدر يكمل هو المنتخب اللي هيكون في المنافسة هو المنتخب اللي هيقدر أنه هو يحافظ على حزوزه في الوصول لأبعد دور إصابات كورونا لو لا قدر الله عناصر أساسية تعرضوا لها مش بكلم طبعا عن منتخب مصر بكلم بشكل عام هو ده اللي هيكون الضربة الحقيقية للمنتخب اللي هيتعرض لإصابات كورونا لأن انت وقتها هتفقد عناصرك المهمة على ما يتعافى ويرجع من الكورونا هتاخد وقت فانت ما بقيتش دلوقتي إصابة عضلية فهتبقى عارف هو راجع إمتى هتقدر تلعب بي إمتى موجود معك إمتى فهي قصة الكورونا هي شوية اللي هتكون بعيد بقى عن الجانب الفني هي اللي هتكون متحكمة قوي في العناصر أو المنتخبات اللي هتقدر توصل للأدوار المتقدمة وتوصل لأنها البطولة طيب شايف إن كارتلون متمسك جدا بيه أبو جبل ويهن مطلبش بديل شايف ده إزاي؟ كارلوس كيروش هو من الأول واخد أربع حراس لأنه كان عارف إنه هو ممكن في أي وقت يتعرض أي حرس منهم لإصابة بطولة كبيرة ممكن إصابات كورونا فالراجل كان من بداية عمل حظر أو واخد باله من قصة الكورونا وده اللي مخليني شوية مستغرب في حتة إنه هو من الأول ما خدش الثمانية وعشرين لعب يعني إنت ليه ليه يعني استنيت للآخر وبعدين طب ضمت مروان داود ومروان حمدي طب ما أنا من الأول عندي الفرصة وعندي الأوبشن إن أنا ضم الثلاث لعيبة اللي أنا أختارهم ليه استنيت لما شوف مروان حمدي بك شمال بيروميدز يتعرض لإصابة مع بيروميدز إبراهيم عادل يتعرض لكورونا لإنه مش موجود في معسكر المنتخب فابدأ أشوف مين العناصر البديلة طب ما أنا من البداية كنت أخذ ثمانية وعشرين لعب معايا وفي المعسكر أنا أقفل عليهم شايف اللعيبة فنيا عاملة إزاي بدنيا عاملة إزاي محافظ عليهم من كورونا لكن زي ما بنقول كده مش عايزين نبكي على اللبن المسكوب خلاص المنتخب وصل الحمد لله الإصابات مش مقلقة بالنسبة للمنتخب خاصة الحمد لله بنتكلم العناصر أسياء والعناصر المهمة طبعا كل البعثة مهمة بالنسبة لنا لكن بنتكلم فنيا في الملعب متواجد معك عناصرك الأساسية فهي بقى الفكرة أن أنت تحافظ في اللي جاي تاخد بالك جدا اللي هي بيبقى عندهم حظر في التعامل مع أي حاجة لأن أنت طبعا في الكاميرون آه مش من الدول اللي متفش فيها فيروس كورونا لكن لازم تبقى أخذ بالك جدا خاصة أنها تلاقي جماهير بتقابلك في الفندق بتقابلك في الملعب معرض أن أنت أي لعب عندك يلتقط الفيروس لقدر الله فهي بقى مهمة اللعبة كمان أنهم يحظوا على نفسهم بجانب الجهاز الطب أنه هو يكون مععي اللعبة بشكل كبير أن أنت تاخد بالك من أو تتجنب فكرة أن أنت لقدر الله تتصاب بفيروس كورونا يا دي فعلا مخاوفات كارلوس كيروش من كورونا عشان كده يعني أجل حاجات كتير كمان أجل التشكيلة بتاعته لي قبل الماتش بيوم شايفي إزاي استعداداته لأمم أفريقيا وشايفي أن احنا ملعبناش مباريات ودية ده ممكن يأثر علينا أو لا لأنه برضو ممكن كان يلعب فعلا وديات يعني ويحصل إصابات شايفي أن ده كانت حاجة إيجابية ولا كانت حاجة سلبية بشكل عام طالما أنت قابل البطولة الرسمية ما أخدتش ماتشات ودية أنا بشوفها حاجة سلبية لكن منتخب المصري قدر يعود ده بمشاركته في كاس العرب كانت مباريات قوية جدا قدر المنتخب أنه هو يستفيد منها نعم في ناس هتقول في عناصر كتير ما كانتش موجودة هنا هو لعب عناصر كتير في كاس العرب مش موجودة معافة في كاس أفريقيا لكن كل ده هو الراجل قدر يحط بنسبة 60-70% عناصر أساسية موجودة معاه يحطهم في التشكيل باستثناء طبعا العناصر اللي لا غنى عنها في التشكيل بتتكلم موجود محمد صلاح بتتكلم عمر مرموش تريزيجية لأنه طبعا تريزيجية هيكون واحد من اللعبة اللي الراجل هيقول عليه مهام كتير جدا أنه هو ممكن يلعب مركز 8 وممكن يلعب مركز المعتاد بتاعه أنه هو كوينج ليفت فالراجل عنده عناصر أساسية مصطفى محمد طبعا كمهاجم أنه في خط النص هو عارف التوليفة بتاعته إيه فهي في مراكز بس هو اللي كان محتاجة تطمن عليها يعني أتطمن على أكرم توفيق في كاس العرب أنه هو كباك رايد أتطمن على أحمد أبو الفتوح كباك رايد طبعا لا غنى عن الوينش وحجازي فهو كيروش عامل خلاص حسابه من كاس العرب طبعا فتوح وأكرم توفيق ظاهرين فكيروش وجهاز الفني هم مستقرين تكلمي على 60-70% من التشكيل اللي نقدر نقوله هو متغير عن كاس العرب هو الخط الأمامي الخط الأمامي يعني أنت عندك خلاص صلاح بتتكلم مرموش تريزيجي أو رمضان مصطفى محمد خلاص أنا عارف التشكيل بتاعه عمل إزاي فهي فكرة المتشاطة الوديها هو الراجل مخسرش كتير آه كون ممكن يواجه منتخب كونغو ما يعتذرش عن المباراة لكن هو تخوف من فكرة بقى الإصابات راق اللعيبة أنه هما ياخدوا مباراة ودية قوية مع قدامه انتخب الكونغو فالرجل محبش أنه هو يرهك اللعيبة ففضل أنه هو يكتفي بإلغاء المباراة يكتفي بتدريبات ويسافر مباشرة نظر ياخد أي مباراة ودية طب شايف أنه بما أننا جبنا سيرة تريزيجي شايف أنه ممكن يغامر بتريزيجي ويلعب أساسي ولا ممكن يعني يحمل عليه في آخر عشر دقيقة مثلا من المباراة بص يا ما هرجع شوية الوراء أقول لك أسباب اختيار تريزيجي تريزيجي لما اختاره الرجل ما يعرفش تريزيجي ما شافوهش لكن تابعه في ماتشات ما شافوهش بتكلم أنه هو ما شافوهش في أرض الملعب معاه ما شافوهش في معسكرات ده أول معسكر تريزيجي لكن الجهاز الفني المعاون اتكلم مع كيلوش في الحتة دي أن تريزيجي واحد من أهم العناصر الموجودة في منطقة مصر كان غايب لفترة طويلة من الإصابة لكن قدر أن هو يرجع يشارك مع أسطن فيلا في ماتشين ظهر مستوى بدأ يستعيده تدريجيا هيكون العيب مهم في تشكيل المنتخب خاصة أن أنت ما عندكش الأرياحية في الاختيار في الخط الهجومي ما بتتكلمش أن أنت مثلا زي منتخب الجزائر زي المغرب السنغال نيجيريا يعني بغض نظر عن الغيابات اللي في صفوه من المنتخب النيجيري عندهم أكتر من عنصر قدام تقدر تبدل فيهم لكن أنت عندك هو المهاجم الوحيدة تقدر تعتمد عليه هو مصطفى محمد طبعا صلاح لغنى عنه تكلم عندك مرموش سواء مرموش لعب كرقم 10 أو لعب وينجليف فالعناصر قليلة قوي في الخط اللي قدام ده فهو تريزي جي ورقة ربحة جدا سواء الراجل لأنه كمان كيروش خلينا أقولك أنه بيفكر أنه اعتمد على تريزي جي كرقم 8 جنب النيني لمركز مش جديد قوي على تريزي جي لكن هو بالنسبة لهم ورقة ربحة ما أعتقدش أنه هيكون من أول مطش كده تريزي جي بادي لا الأقرب طبعا أنه يكون مرموش اللي بادي ما أعتقدش أنه هيبدأ بتريزي جي أساسي لكن هيبدأ يدخلوا في الجيم واحدة واحدة عشان يكتسب حساسية المطشات خاصة أنه غايب على المنتخب بلوفة في بريد طيب وإزاي نجم بحجم محمد صلاح نقدر نستفيد منه في بطولة كأس الأمم الإفريقية بص يا ما هقولك بداية أنا مش عايز برضو الناس تحمل دايما صلاح مع المنتخب بيحملوه أنا معيك جدا في دي آه يعني هو مسحر أفضل العيد في العالم تمام يعني متفقون كلنا على كده ومش عشان مصريين لكن هو لو بنتكلم أفضل ثلاث طيبة حاليا محمد صلاح لازم يكون واحد منهم طبعا لكن الفكرة أن الناس دايما منتخب كويس في وجود صلاح لو المنتخب وحش عشان صلاح ملعبش كويس لا يعني منتخب مصري بيكسب في غياب صلاح لكن مش عايزين نحمل صلاح برضو لأ أنت صلاح موجود بقى أنا هكسب نيجيريا سكور هي قصة مش قصة كده يعني مش لازم محمد صلاح كل حاجة لأ المنتخب الـ 11 عنصر كلهم مهمين التوليفة نفسها آه الكريزة بتاعتها أو أهم العيد فيها هو محمد صلاح لكن أنا مش عايز أحمل صلاح كل حاجة وإنه لأ محمد صلاح أنت رايح تجيب البطولة أنا منتخب محمد صلاح لو نرجع بالزمن كده لما كان موجود كوبر وكان طريقة اللعب بتعتمد على الصلاح ومرتدات منتخب مصر وسرعة صلاح كنا بنقول منتخب صلاح ودي حاجة سلبية فدلوقتي الناس برضو تيجي تقول فين صلاح فأنتم مين يعني أنتم اللي بتنتقدوا محمد صلاح عشان منتخب محمد صلاح مع كوبر ولا أنتم اللي دلوقتي بتقولوا فين محمد صلاح مع منتخب مصر وما بيقديش ومش ده محمد صلاح فهي الفكرة أن أنت كتوليفة لأ منتخب مصر توليفة كاملة آه أهمها محمد صلاح لكن موجود عناصر تانية محمد صلاح حتى لو مش هو اللي بيسجل هو بيخدم على العيبة تانية بيفتح لهم أماكن في الملعب بيقدروا أن هم يسجلوا أهداف مين أفضل دويت جنب محمد صلاح بصي أنا شايف أن أنت بتتكلم هيكون مرموش نحية الشمال وصلاح وعبد الله الصعيد أعتقد هم دول التلاتة اللي ممكن كيروش هيكون مستقر وطبعا قدامهم الوحيد يعني مصطفى محمد لأنه هو الرقم واحد في مركز زراء أسل حربة فهو ده الرباعي اللي بتتكلم فيه في خط الهجوم لو الراجل فضل أنه هو مثلا يسحب عبد الله ويخلي حد ديفندر ثالث سي مثلا بتتكلم أنني وحمد فتحي والسولية دي برضو تفكير في دماغ كيروش والجاز الفني خاصة أن أنت عندك مطش نجير مطش صعبة وأصعب مطشط المجموعة على الورق بنتكلم لو بصينا للمجموعة بتتكلم أن مصر ونجيريا هي المنتخبين اللي هيطلعوا أول وتاني مين أول مين تاني مش تفرق لكن هما دول الاتنين المرشحين من المجموعة مع كامل الاحترام طبعا للسودان وغنية الاستوائية لو هنرتب المدافعين تحب نبدأ بمين ومين يبقى موجود بديل؟ بصي الحتة دي السناء الدفاع ده محجوزة باسم الوينش ووحجازي ما فيش حد يقدر يخش شوية آه طبعا محمود علاء واحد من أهم المدافعين في مصر هيكون موجود لكن مش هيكون موجود طبعا بشكل أساسي لا قدر الله تحت أي ظرف إصابات إقافات هيكون أعتقد هو التالت في الحتة دي لكن بنتكلم واحد واثنين هما حجازي وأيمن أشرف خاصة إن السنائي بقالهم فترة كبيرة بيشاركوا مع منتخب مصر جانب بعض فمنسلمين فاهمين بعض لما بتدخل دايما في حتة الدفاع دي يتلعيب جديد بيبقى شوية فيه غياب انسجام ما فيش تفاهم فأنت بتتكلم إن انت عندك حجازي جانب الوينش لا هما الاثنين هي التركيبة دي التالت بتاعهم اللي يبدأ يخش لو الرجل حب يقفل في مطش في الدقاية الأخيرة هيكون محمود علاء طبعا طيب شايف إن فاكر التدوير اللي كان بيحصل فيه كأس العرب من جانب كارلوس كيروش شايف إن احنا ممكن نشوفه تاني في كأس الأمم؟ لا مستحيل أنت بتتكلم إن انت الراجل في مطشات كأس الأمم دي هتكون بتتكلم في حوالي مثلا 15-17 رعيب هما اللي انت بتتحرك فيهم بتقدر تبدل ما بينهم يعني بتتكلم نص الملعب اللي ورده بدأ من خط النص الدفاع حارس المرمى ما فيش أي تغيرات التغيرات هتكون في الربع اللي قدام برضه هتكون في أدي الحدود يعني طبعا صلاح حجز مكانه عبدالله الصعيد مرموش مصطفى محمد بتتكلم إن التغيرات هتكون مثلا أحمد سيد زيزو لعيب زي إقمام عشور ممكن يكون لي دور تريزيجيه هما دول العناصر اللي احنا بنتكلم إن هما يكون محمد شريف ممكن برضه يكون لي دور ما اعتقدش إن الراجل هيبدأ بقى يدور ويلعب مروان داود ينزل مروان حمدي ماتش تلاقي مروان حمدي رأس حاربا ماتش مصطفى محمد الكلام ده مش يكون مابوت طبعا في كاس أمم أفريقيا التشكيل سابت التغيرات في أدي الحدود جدا لعيب أو اتنين على حسب رؤيته الفنية ودراسته اللي نقاطه هو الضعف في المنتخبات المنافسة وطبعا على حسب سير المباراة من اللعيب اللي شايف إنه ممكن يتقلق بشكل يعني محدش يتوقع وبشكل لافت بطريقة كبيرة جدا بصي أنا شايف إنه طبعا إمام عشور عنده رهان كبير جدا مع نفسه في البطولة دي لأنه هتكون دي بقوة التقلق لي مع منتخب مصر في التجمعات المقبلة وأيضا نادي الزمالك مرموش من اللعيبة اللي ظهرت بشكل كويس جدا في التصفيات شفنا سجل جون أكتر من رائع قدام منتخب ليبيا فبرضو من اللعيبة اللي أنت مستني تتفرج عليهم طبعا محمد صلاح دايما نلعين عليه واللي سقط عليه وبتراهن عليه فأنا بكلمك بعيد عنه ده كافي إن مرموش يشارك بشكل أساسي مع المنتخب؟ أعتقد إنه هو مرموش الراجل مقتنع بي جدا رقم واحد بالنسبة له في حتة سواء صنع لها بمكان عبدالله الصعيد أو كوينجليفت أعتقد راجل مقتنع بي شكل جدا مباراتين كافين بشكل لأنه كمان ينسجن بسرعة وقدر يسجل وقدر يخش في التيم هو كمان محترف بقاله كتير ومحترف في دورة قوة دورة الألمانية فأنت بتتكلم عن لعيب كبير مش لعيب صغير طيب يلعب على حساب تريزيجي ورمضان في الحتة دي؟ في التوقيت الحالي على حساب تريزيجي عشان تريزيجي راجع من أصابة لكن بتتكلمي لو تريزيجي بدأ يدخل في الجيم وقدر إنه هو ينسجم ويستعيد مستوى مع المنتخب أعتقد تريزيجي ممكن يكون المنافسة القوية على الحتة دي رمضان هيكون لدي دور بس ما أعتقدش إنه هيكون لدي دور كبير جدا دقائق معدود من معلوماتك أنت بقى رمضان تصنيفه إيه عند مستر كاردوسكي راش طبعا الأولوية حاليا أنا هو رقم واحد بالنسبة له في ناحية الشمال دي عمر مرموش تريزيجي مستوى لها يحدد ترتيبه بييجي طبعا بعد مرموش رمضان صبحي فكرة تريزيجي هتبان أو ترتيب تريزيجي هتبان وفقا للأداء في الملعب للمستوى هيشوف تريزيجي لما يدي له شوية عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة يبدأ يحكم على مستوى تريزيجي رجع من الإصابة يقدر يستعيد مستوى بسرعة فيبدأ إنه يعتمد عليه سواء بقى بشكل أساسي أو كوقت أطول ويدي له شرط كامل يكون موجود أساسي فهي دي اللي هتبان من خلال تواجد تريزيجي في الملعب في المتشب طيب طاقعتك إيه للبطولة بقى نفسها؟ شايف مين المنتخبات اللي بتنافس على البطولة بقوة؟ طبعا لو بتتكلم رقميا منتخب مصر هو الرقم واحد لو بنتكلم رقميا بالتاريخ منتخب الأكتر الفائز البعدد الأكبر من البطولات أرقام وهي أفضل أرقام في النظر لمشاركات ويعني المتعددة فتتكلم رقميا المنتخب الوطني وفنيا طبعا المنتخب يعني نقدر لقول أنه هو منتخب متكامل من المنتخبات اللي أنا شايف أو برشحها طبعا هي تكون مع منتخب مصر منافسة بشكل كبير جدا منتخب الجزائر منتخب الجزائر فريق جوه الملعب فريق مرعب مكتمل الصفوف مغرب تونس سنغال آه يعني أنا دايما بشوف الجزائر هي المرشح رقم واحد منتخب السنغال منتخب قوي جدا 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 تونس والمغرب منتخب الكاميرون طبعا بتحكم أنه هو صاحب الأرض والجمهور والمنتخب المنظم طبعا من الكاميرون انت بتتكلم من الأربع منتخبات دول ممكن يجي معهم منتخب المغرب هي دي المنتخبات اللي تقدر تقول أن هي أقرب لحصد اللقب نتمنى طبعا أن يكون منتخب مصر في النهاء ويحصدوا اللقب طيب بما أننا جبنا سيرة منتخب الجزائر وإحنا يعني هو بطل كأس العرب يعني شايف إيه أثبت تقلق منتخب الجزائر بصي هم حاجتين فكرة أن انت عندك عدد كبير جدا من المحترفين دي بتميزك ومش أي محترفين انت عندك من أفضل المحترفين في أوروبا ويمكن منتخب الجزائر من المنتخبات اللي لو جيت بصيت لعناصرها هي من أكتر المنتخبات اللي عنده لعيبة محترفة فأنت بتتكلم أن انت عندك قاعدة كبيرة من لعيبة المحترفين بجانب كمان أن انت عندك جهاز فني مستقر عندك انسجام كمان بالماضي موجود من قبل اللي كان اللي فاتت بطل كاس أفريقيا اللي فات بطل كاس العرب مش جمال بالماضي اللي كان موجود ومجيد بكرة هو اللي كان متعوجد كمدير فني لكن انت عندك استقرار فني وعندهم فرقتين لكن لما تيجي انت تتكلم على السنتين اللي فاتوا انت كان عندك أجيري مش أجيري جبت حسام البدري فأنت عندك حدة من سجام شوية كالعيبة في الملعب نظرا لتغير خطط اللعب وطرق التدريب مع المديرين الفنيين تعاقب المديرين الفنيين ده شوية بيأثر على اللعبة فأنت بتتكلم ان انت الحاجات دي تأثر عليك مقارنة بمنتهب الجزائر اللي هو مستقر بتتكلم ثلاث سنين فاته جاز الفني هو جاز الفني عارف نقاط القوة والضعف بتاعته فشغال بقاله فترة كبيرة جدا قدر ان هو ياخد كاس العرب ومن قبله كان كاس أفريقيا فطبعا المرشح طبعا واللعيبة عندها خبرات يعني طبعا بتتكلم ان انت لو جيت قرنت بتشكيل منتخب الجزائر في كاس العرب كان هما اتنين لعيبة بس اللي ممكن تقول ان هما هيكونوا باديين في كاس أفريقيا فأنت بتتكلم ان فعلا هو فريقين مش فريق واحد ومن أبرز المرشحين مع منتخب مصر هو منتخب الجزائر ما في الشك في كده والرئيس بولحي الحارس مرمى منتخب الجزائر وهو كمان حارس كبير وشفناه في متشاط كتير أثر مع منتخب الجزائر في كاس العرب وكان نقطة تحول لأداء منتخب الجزائر ونجح ان هو بتصدياته يكون واحد من اللعيبة اللي قدروا ان هما ي فرياض محرس طبعا ما كانش موجود طبعا في كاس العرب وقاب المحترفين لكن انت بتتكلم ان انت عندك ما شاء الله منتخب الجزائر مليان نجوم ما يختلفش كتير عن منتخب مصر اللي اعتقد ان هما يكونوا منتخبين من منتخباتهم اللي موجودين في المربع الزهبي مربع الزهبي مين بقى تتوقع فيه طبعا رقم واحد اعتقد ان منتخب مصر ومنتخب الجزائر هما الاتنين هيكونوا موجودين في قبل النهائي ما فيش خلاف زي ما قلت لك منتخب الكاميرا وممكن يكون من المنتخبات الموجودة كسيمي فاينال بنتكلم في السنغال منتخب قوة جدا بقادة تأساد يوماني اعتقد ان هما الاربع دول لو الاربع جنبتهم او يعني اتجنبوا بعض في النوق قوي اعتقد ان هما ممكن يوصلوا يكون هما الربع اللي موجودين في قبل النهاء ان شاء الله ميش يا احمد خلنا دلوقتي نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل كلامنا مع الناقض الرياضي احمد الهواري ورجعنا لكم مرة تانية ولسا مكملين كلامنا معه ضيفنا ناقض الرياضي احمد الهواري عايز اتكلم معاك بقى عن كاس الربطة وشايف ان هي بطولة بجد ولا هي مجرد دورة ودية خليني طبعا اتكلم معاك عن كاس الربطة تحديدا عايز اتكلم عن ربطة الاندية وشوفنا الموسم ده حاجات كتير مختلفة سواء بنتكلم على البس تنظيم المباريات حاجات كتير جدا ايجابية افتقدناها للمواسم اللي فاتت فدخلنا في كاس الربطة لان انت كان لازم ان انت تواكب الاحتراف في الدورات الاوروبية لكن لازم يبقى عندك كاس ربطة وفكرة ان انت الدوري والكاس وهم دول البطولتين اللي انت شغل لا موجود كاس ربطة هي بطولة مهمة جدا بدليل جوازها المادية بدليل تركيز الاندية عليها اكتر من انها ده عمل معسكرات يعني عندك كابتن طرق العشر في طلع الجيش عمل معسكر واخد اللعيب اسمع اللي مركز جدا في الاندية كلها مركزة مش فكرة ان انا بطولة هالعب فيها متشاط خلال التوقف بطولة ودية لا هي مش بطولة ودية الكل مركز خاصة ان انت فرصة كبيرة جدا ان انت كأندية في الوسط بعيد طبعا عن نادي الزمالك بعيد عن الاهلي بعيد عن البرومتز تكلم الاندية اللي تحت وأندية منتصف الجدول عندهم توحق كبيرة ان انا البطولة دية ليه ما انافس عليها ليه ما بقاش موجود ليه ما حاولش ان انا اوصل قبل انهائي وانهائي في البطولة فانتهي بطولة بالنسبة لك مهمة جدا كنادي بشكل عام وبطولة مهمة ان انت تقدر ان انت تستعد من خلالها لعودة الدوري وكمان في نفس الوقت تبقى منافس قوي وتقدر تنسجم كفريق من خلال البطولة دي فترجع الدوري قادر ان انت تحاول الفريق بقى اللي عايز يحسن مركزه الفريق اللي بينافس على الدخول للمربع الزعبي فهي بعيد جدا عن يعني مش هتكلم دلوقتي عن نادي الزمالك والاهلي والبرامد بتكلم الفريق اللي بعد كده كلها تركيزها كبير جدا في البطولة دي لو هتكلم على نادي الزمالك فهي بقى فرصة كبيرة جدا كارتيرون والعايبة عايزين يحققوا اللقب عندهم رغبة ان هم يفوزوا باول نسخة لان طبعا هي دايما النسخة الاولى من البطولة بيكون تاريخية زي كاس مصر فانت بتتكلم ان انت اما تبقى اول بطل متوج بكاس الرابطة تاريخيا كمان هي حاجة لها قيمتها كمان ان انت دايما لما يتقال اول فريق طول بلاقب كاس مصر اول فريق طول بكاس الرابطة فهي تاريخيا هي حاجة تضيف لتاريخك بشكل كبير جدا في نفس الوقت انت فنيا كارتيرون مركز فيها جدا شوفنا مصعد عدد كبير جدا من اللاعبين النشئين عندك مجد هاني عندك حمدي علاء عندك حسام عبد المجيد كان تصعد قبل كده ولاعب على فترات الموسم اللي فات فانت عندك لعيبة كتير جدا تقدر ان انت عندك سيف فاروق جعفر تقدر يظهروا بقى الموتشات بتاعة كاس الرابطة بعيد كمان عن اللاعبة الاساسية لو بنتكلم عن اللاعبة الاساسية فحد سوالة حرج عندك لعيبة كتير عودة شيكابالا من الاقاف مع الزمالك هتكون محور اداء الزمالك الفترة ازاي نستفيد منك بتم بحجم شيكابالا في كاس الرابطة معاه كمان رزق اساسي طبقه هو تحدي للاثنين بتكلم وخصوصا كمان شيكابالا شيكابالا مع عودته من الاقاف متشوق جدا للمشاركة في المباريات واستعادة مستوى وهي بمثابة كاس الرابطة بمثابة اعداد لشكابالا ان هو يكون يستعيد مستوى بشكل كبير وميزة شيكابالا ان هو بيرجع بسرعة يعني لو غاب او في توقف او الزمالك ما بيشاركش لا اما بيرجع الشكابالا بيرجع بسرعة جدا في الموتشات بينسجن بسرعة بيأثر بالاجاب بشكل كبير في اداء الفريق ودايما فردياته بتكسب الزمالك يعني لو ماتش في اسوأ الظروف الزمالك مش قادر يسجل شيكابالا خسانية بتلاقي يا اما سروي يا اما جون يا اما تزديدة خلاص شيكابالا دايما هو محور اداء الزمالك حتى لو هو ليعب عشر دهاء بيكون من اهم اللعبة في الملعب فهو تحدي لشكابالا هي بمثابة اعداد لشكابالا لباقي الموسم نفس الامر الرزاق السيسي الرزاق ما الحقش ينسجم اوي او يدخل في التيم اوي لان هو مطشيد كمان كجمهور وككارتيرون ما قدرناش نحكم عليه لكن في الدورة او في كاس الرطة دي انت هتقدر تحكم على الرزاق لان هيبدأ عنده فرصة ان هو يكون مشارك كلعيب اساسي عندك غيابات فممكن هو يخش يقدر يحجز مكانه في التشكيل الاساسي لعيب كمان عايز اتكلم عليها معها أشرب بن شرقي من اللعيبة اللي هو لازم استغل البطولة دي كاس الرابطة دي تحدي لأشرب بن شرقي ان هو يستعيد مستوى شفناه المطشيد اللي فاته ظهر بشكل كويس جدا لكن عنده كتير كتير جدا 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 فهما دول التلات لعيبة اللي انت بتتكلم ان انت تراهن عليهم في مطشد كاس الرابطة طيب عايز سألك على حاجة محمود شبانة مدة اهارته قد ايه اللي تحدث سكندار هو حتى نهاية الموسمة كانت فيه محاولات كمان ان يرجع محمد عبد السلام لكن استاذ محمد مصير حق كابتن حسام حسن تمسكوا ان محمد عبد السلام يكون موجود وادارة نادي زمالك ما منعتش في كدره ومحاولاتها ان هي تستعيد اللعب نظرا لأزمة القيد فانت لعناصر مش متوفرة اوي ولا قادر ان انت حتى في فترة انتقالة الحقيقة تتعاقد مع لعابين فانت كنت بتحول تجيب او ترجع محمد عبد السلام لكن خلاص هو الامر مع محمود شبانة متواجد مع نادي الاتحاد السكندار لنهاية الموسم هتبدأ تستعيد كمان عناصرك اللي تمت اعرضها بنهاية الموسم ده كمان هيفرق معتهم من زمالك في الموسم الجديد طيب برأيك ايه المراكز اللي محتاج كارتيرون ان هو يدعمها الفترة الجاية بشباب خاصة ان كسر ربطها تبقى فرصة كبيرة جدا ليهم ان كمان كارتيرون يتعرف عليهم اكتر ويعرف كمان ايه هي المراكز اللي هو محتاج فعلا يدعمها موجود نظرك ايه المراكز فعلا اللي كارتيرون محتاج ان هو يدعمها باللعبين الناشئين او الشباب بصي بتتكلم ان انت لازم يكون عندك باك رايت يطلع من القطاع تقدر تستغله وتشتغل عليه ان انت تهيأه ان هو يكون بديل تالت مع المسلوسي ومع حازم ايمان خاصة ان انت كمان عمر كمال عشان ازمة الكيد مقدرتش تستفيد منه فانت كظاهير ايمن لازم تتلع حد من القطاع عندك اللعيبة كويسة جدا تقدر تعتمد عليهم حمد علاء العيب مماس جدا مجدهاني يعني المتابعين في القطاع والمدربين كلهم بيشيدوا بقدرات السنائي ناس كتير بتشيد بحمد علاء فعلا بالضبط في حتة خط النص دي الاتنين دول تقدر تعتمد عليهم تهيأهم ان هما يكونوا موجودين مع التيم في مطشاط الدورة مش تستغلهم بس ان هما يشاركوا تبدأ تجهزهم في كاسر ربطة وما تشاركهمش في الدورة لا يبدأ يكون لهم دور حتى لو مطشاط خلاص انت حسنتها ادي الكل العيب فيه مع عشر دقائق ربع ساعة تبدأ تدخله تخليه ان هو يحس بنفسه وياخد الثقة من المشاركة مع العيبة الكبار في مطشاط زي الدورة لان طبعا الدورة يختلف كتير عن كاسر ربطة انت تشكيلك الاساسي موجود مطشاط رسمية ما فيش مجال ان انت تفقد اي نقاط فانت بتتكلم ان انت خط النص والبقرية دي المراكز الاكتر ان انت محتاج ان انت تركز على النشئين فيها وطبعا بتتكلم صنع اللعب المهاجن برضو لو انت تقدر من القطاع تتفرج على حده ودي ميزة كارتروني ان هو دايما عينه حلوة على القطاع ومعاك اتنين مدربين كويسين جدا في الجهاز الفني عينهم دايما برضو على القطاع كويسة امير عازمي متحة عبدالهادي اللي اتنين بيقدروا يرشحوا لك عناصر كتير جدا وكارتروني مش محتاج ده لان كارتروني على طول متواجد في القطاع بيتابع لمباراية النشئين وتدريبات النشئين فهو بيقدر يطلع على طول العيبة يقدر يستفيد منهم القطاع طبعا مليء بالمواهب مليء بالكنوز فده اللي محتاج انك ازا مالك استهله في كسر طيب رزاق سيسين ممكن كارتروني يستفيد منه في مركز راس الحربة وطبعا ده في ظل تواجد اشرف بن شرق في مركزه بصي رزاق من اللعيبة اللي مميزة في ان هي تقدر تلعب في اكتر من مركز تقدر تلعبه في مكانه الطبيعي كوينجليفت تقدر تلعبه كمركز رقم عشرة من اللعيبة كمان ما دالي بقوله لك انه هيبقى صعبة في ظل تواجد اشرف بن شرق بس لو قدرت ان انت على حسب سير المباراة محتاج تعمل تبديل بين المراكز تدخل بن شرق هو راس الحربة ترجع رزاق سيسين اللي اتنين عندهم ميزة ان هم يقدروا يعملوا كده رزاق شوفنا في ماتشات كتير معنادي الاتحاد السكندري كان بيلعب راس حربة غير ان هو متواجد كزهير كوينجليفت بيتواجد كراس حربة فانت عندك ميزة ان اللعيبة دي تقدر تلعب هنا وتقدر تلعب هنا فده بيديك حلول كتير جدا في الماتشات خاصة الماتشات اللي بتلعبها قدام الفرق اللي بتقفل فبتبقى الماتشات دايما فكرة تسجيل الاهداف بيكون فيه صعوبة شوية فبيلجأ كارترون هو يبدل مراكز اللعيبة عشان يبدأ يخلق حلول ويخلق طرق لعب جديدة يقدر يستفيد بيها او يقدر من خلال هيسجل الاهداف طيب شايف منافسة ندي الزمالك ازاي في مجموعته في كاس الربطة انا شايف ان المجموعات هي طبعا الناس قاعدت تقول موجهة ومش موجهة مفيش فكرة موجهة خالص وشايف ان هي مجموعات متوازنة جدا مفيش مجموعة قوية ومجموعة ضعيفة خاصة ان المفروض ان الاندية كلها بشوف ان يعني بعيد كمان عن الزمالك مستوى متقربة فرق كتير جدا من الفرق اللي تحت بتخسر الفرق الكبيرة النقاط فمفيش مجموعة نقدر نقول ان هي مجموعة قوية ومجموعة سهلة لا هي المجموعة متوازنة مجموعة الزمالك الزمالك طبعا قادر ان هو ما يفقدش خلالها نقاط كثيرة ويقدر ان هو تأهل منها على طول من اول 3 او 4 مطشوات مجموعة انا شايف ان ما فيهاش فرق ضعيفة مش عايزين استسهل بيها اه مجموعة متوازنة لكن في نفس الوقت مش عايز اقول ان انا عشان على رأس المجموعة والفرق التانية دي فرق اقل بشكل كبير مني لا لازم ادي احترام لكل الفرق دي ولازم اخد بالي لان انت ما عندكش بعيبة دوليين فدي نقطة سلبية للفرق الكبيرة طيب انا عايز ارجع بيك للمنتخب وانا عارف ان انت بيبقى عندك معلومات كتيرة اهولي مش هتفخل علينا اكيد بيها التشكيل اللي هيلعب به المنتخب ان شاء الله المباراة اللي جاية بص احنا لو بنتكلم بكرة مطش ناجيريا وطبعا خلاص 72 ساعة لو بنتكلم ان الراجل بيحط التشكيل المطش عشان بكرة فانت بتكلم طبعا محمد الشناو موجود لخلاف بتكلم اكرم توفيق حجازي والونش احمد ابو الفتوح هل الراجل هي لها باربعة ثلاثة ثلاثة اربعة اتنين ثلاثة واحد هي دي اللي ممكن يكون لسه ما سمعاش لحد النهاردة المعلوماتنا يلعب بستة وتمانيتين هقولك يعني خليني اقولك كده لو هو هيفكر كده وهيفكر بطريقة اللعبة التانية انني مفيش طبعا خلاف عليه لو السلية جاهز وقدر ان هو يلحق المطش يكون طبعا هو الاقرب ان هو يكون موجود جنب النني بتكلم ان انت قدام عبدالله السعيد صلاح مرموش مصطفى محمد لو السلية مش هو الاجهز ومش موجود طبعا الاقرب ان هو يكون موجود حمد فتحي جنب النني مع تبديل مركزهم ومهام اللعب والوظائف لكل العيب في المطش ممكن نشوف ايام عشور في المركز ده؟ ممكن بس مش اساسي يعني اعتقد مش هيغمر بمام عشور قصة النواة حطت اولويات بالنسبة له ترتيب ان انت عندك انني والسلية واحد واثنين بيجي بعد يوم حمد فتحي امام عشور هيكل دور كبير مع المنتخب مصر لكن مش بشكل اساسي لا هيكون موجود على فترات خلال اللعب بتكلم طبعا قدام مصطفى محمد حجز مكانه هو ده التشكيل اللي المنتخب ممكن يكون طب تريزيجي كيروش بيفكر فيه زي ما قلتلك تريزيجي ما اعتقدش نواة يا غامري بيه في مطش ناجيريا مش هتجيبه متدار للنار ترميف في مطش زي ده وتقول له انزلوا لعب هيكون لي دور كبير جدا في مطش ناجيريا بس مش اساسي اعتقد هاخد في الشوت التاني عشان يبدأ يجهز المطشات فتستغله في السودان وغينيا الاستويه ان هو يكون موجود كاساسي تمام خلانا رأينا تروح لسؤال حرقتنا وقد ايه كورونا ممكن فعلا تأثر على المنتخبات بكأس الامم الافريقية عنا ناخد مع بعض الاجابات طلعت سيد مساء الوردة عليك على المطالقة دائما وهي افضل بشكرك جدا يا طلعت اكيد كورونا هتأثر على الفرق المشاركة والشاطر اللي يكون عامل احتياطاته وعنده البدائل وان شاء الله الكاس لمصر وتحياتي لحضرتك زمال كاوي وافتخر شكرك يا طلعت بعد كده محمد ميدو مساء الخير عليك يا ما مساء الخير عليك يا محمد وعلى الناقض الرياضي احمد الهواري اكيد طوعا كورونا هتأثر على بطولة كأس الامم الافريقية لسرعة انتشار الفيروس في الوقت الحالي واتمنى التوفيق لي منتخبنا في الامم الافريقية زمال كاوي جميل وامسي على كل خوات ماشي يا محمد عبدالحفيز السبعاوي بيقول مساء الخير عليك يا مهل ان شاء الله مش هتأثر علشان كل المنتخبات عاملة حسابها على كورونا وفي اكيد اكتر من بديل البلد المنظم اكيد عامل حسابه على انجاح البطولة وكل التوفيق لي منتخب مصر ان شاء الله مش هديرة كده نكون وصلنا لي نهاية حلقتنا كنت سعيدة جدا بوجودك معي انه هده يا حمد انا السعيد معك اماها ودايما بكون مبسوط وانا في قناة نادي الزمانك وطبعا بشكرك وبشكر كل التين بشكرك جدا يا حمد بشكرك جدا مش هديرة كده نكون وصلنا لي نهاية حلقتنا ان شاء الله اشوف حضراتكم الاسبوع الجاي على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة